الله يزكر جميلة والله يرحمه هو علامة من علامة القرى المصرية وهو الجنرال محمود الجهري ده ابن النادي الاهلي ومن مدرسة المختاري التيتش وضزوي والناس العمليقة دي فالكابتن الجهري ده علامة من علامة وبعدين ده رياضيا واخلاقيا وسلوكيا حاجة محترمة جدا ومفتكر له حاجات كتيرة قوي بس احسن طبعا البطولة المجمعة بتاعت بركين وفاسه سنة 98 والله الكابتن الجهري لقى مباريات كثيرة حلوة خلال دقيقاته لمنتخب مصر وانه استطاع ان يصل بمنتخب مصر في سنة 90 الى كأس العالم وطبعا كانت مباراة المنتخب قدام الجزائر واللي فزنا فيها بهدف حسام حسن برضو دي كان قفزة كبيرة ومن بعدها ادخل نظام الاحتراف في الكرة المصرية بيعتبره اول واحد يدخل هذا النظام والله اول اللي يرحمه من الجيل الزهبي ومن الجيل اللي بصمات اللي اسعد الجمهور مصر والجمهور النادي الاهلي بالذات الله ارحمه كابتن جهري يعتبر عالم من الاعلام ومن الجيل الجميل يعني وربنا ارحمه ورحمته واسعه طبعا انا افكر له حاجات كتير بس انا قبل ما اتكلم مع كابتن جهري هتكلم انا كراجل اتركت على الاجيال القديمة قبل ناكس السبعة وستين اتركت على كابتن صالح وكابتن جهري وطه اسماعيل ومش عادي انسى اسمي يعني والفنجيل والشربيني مع حفظ الالخار لكن الاجيال دي ما تتعودش في اللعب وفي التدريب وكابتن جهري الله يرحمه ويحسن اليه كان محبوب جدا من الاهلي والزمالك بالرغم ان هو ضرب الزمالك لكن جمهور مصر كلها وخصوصا ذلك بيحبوه جدا الله ادوى الله سبحانه وتعالى ان يتغمدوا في صحيح الجنان وكابتن جهري يعني عمل اشياء جميلة اول مصر كان مدرب منطقة مصر في فترة التسعينات وفوزنا في اسناء هذه الفترة بكاس الأم أفريقية واصقه في المتش ده تقريبا طهر ابو زيكا جابه جون الفوز ودي حاجة تعمل تاريخ كابتن جهري الله يرحمه طبعا الجهري كان بيلعب عيام صالح سليم في السينات وبطولات كان 98 نخلط بطولة مصر بتاع أفريقية المنطول بتاع أفريقيا 98 اه كان راجل جميل حقيقي هو كان بيلعب هو والشيربيني الشيربيني كان بيلعب ويعني الناس دي تحت زمان فظيعة أضاي أرحمه كابتن محمود الجهري نقول له الله يرحمه طبعا عمل إنجاز كبير تاريخي لمصر وكان معاك كابتن ربايا سين طبعا من نجومات كبيرة قوي وكان معاك يعني طفرة رياضية كبيرة أو طفرة وعمات سليمان بتاع الإسماعيلي وكان بوبو يعني كان معاك ناس كتير منتخب مصر اللعبة كويسة وفرقة كويسة وفرقة ادت تاريخ لمصر وادت للنادي الأهلي وأتمنى له طبعا ربنا يرحمه بإذن الله وربنا يوفق نجومنا اللي جايين وربنا يوفقنا في تصفات كاس العالم اللي جاي الله يرحمه الكابتن الجهري هو اللي أهلنا طبعا لبطولة كاس العالم في تسعين في باليرمو اللي هو أستاذ باليرمو كان طبعا كابتن حسين مبراهيم كانوا مشهورين جدا في الوقت دو طبعا الله يرحمه طبعا هو علامة كبيرة جدا الكابتن الجهري وطبعا هو درب شرفنا بره ودرب منتخب الأردن وشرفنا برده هناك وكده والله يرحمه يعني ويغفر له يعني هو أنا لو حبيت أقول عن كابتن جهري الله يرحمه أقول مجلدات كابتن جهري يقول له بصماته وهو لعيب طبعا إحنا عصرناه وهو لعيب كان في أواخر أيامه يعني وكل ما يعضرش كمدرب يكفي الإنجاز اللي بعد ستة وخمسين سنة نروح كس العالم وكاننا بالجهري يعني علاوة على ماتش الجزائر اللي كسبنا فيه الجزائر هنا واحد صفر بتاعه سام حسن لا ماتش هولندا أنا اعتبره من أرواع الماتشات اللي اتلعبت في تاريخ المنتخب وكانت هولندا فرقة لها سقل وتقيلة والثلاثة المرعب بتاعها ردخلت فانباصل يعني فالجهري كان عنده رؤية للملعب جميلة وبيرى الملعب كويس وبسرعة وبيقدر يتعامل معه